شاركت معالي الشيخة ميبنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في أنشطة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي افتتح الخميس من قبل سمو الأميرة اللالة حسناء شقيقة العاهل المغربي محمد السادس كما التقت معاليها بمعالي وزير الثقافة والشباب والرياضاء الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الأستاذ الحسن عبابة وقدمت معاليها محاضرة ضمن نشاط المعرض حول مشروع الاستثمار في الثقافة الذي انطلق في العام 2002 من مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث وانتقل بعد ذلك عام 2006 إلى قطاع الثقافة الرسمي متوقفة عند أهم ما حققه الاستثمار في الثقافة من منجزات ثقافية لعل أهمها إنشاء مسرح البحرين الوطني بدعم كريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ومتحف موقع قلعة البحرين بدعم من مجموعة أركبيتا وغيرها الكثير وحول تجربة مملكة البحرين في تعزيز البنية التحتية الثقافية بالتعاون مع القطاع الخاص وضمن مشروع الاستثمار في الثقافة قالت معالي الشيخ ميبت محمد الخليفة إن المملكة لها خبرة في إيجاد المبادرات الثقافية الرائدة إذ أنشأت هيئة البحرين للثقافة والأثار شبكة من المتاحف ومراكز الزوار في مختلف مناطق البحرين معتمدة على الشراكة مع القطاع الخاص وضافت أن جهود البحرين في صناعة بنية مميزة ثقافية أسهم في فوز المملكة بجوائز عالمية على مدى السنوات الماضية كان آخرها فوز مشروع إحياء منطقة المحرق بجائزة الأغاخان للعمارة عام 2019 الذي نالته البحرين بفضل التعاون المثالي بين القطاعين العام والأهلي كما بيّنت معاليها أن الثقافة تعمل كقوة دافعة ومحفزة للتنمية الحضرية وتوفير فرص العمل وجذب المستثمرين والزوار مشيرة إلى أن الاستثمار في الثقافة من الناحية السياحية يصنع منها مورداً اقتصادياً بديلاً وضماناً لاستمرار التنمية المستدامة في المجتمعات وعنصر رخاء وازدهار لها تجربة شيخة مي بنت محمد آل خليفة هي درس يمكن أن نتعلم منه في الواقع لأنها تقترح علينا مشروع حياة ومشروع عمر امرأة اشتغلت لسنوات طويلة على ترميم مجموعة من البيوت العتيقة ورممت بها مدينة كلها التي هي مدينة المحرق تقيقة سمو الشيخة شخصية يحتذى ويقتدى بها وأنا شخصياً من أشد المعاجبين بها وبإنجازتها العظيمة في البحرين لأنها أنجزت في وقت قياسي وقدمت كثير يعني أنا وأنا بشوف كم البيوت اللي عملته وكل بيت بيختم حاجة مختلفة من أول الحرف للشباب للمرأة حاجة الحقيقة والله حقيقةً وبدون أي مجاملة حاجة مبهرة جداً